البينتاجون يقول إن الميليشيات المدعومة من إيران بات تشكل خطر أكبر من داعش وترامب يؤكد بعد اجتماعه مع صالح مواصلة بلاده التعاون العسكري مع العراق ترامب يواصل اجتماعاته في دافوس ويهدد بفرد رسوم جمركية على وردات من الاتحاد الأوروبي في حال عدم تواصل الاتفاق التجاري فريق للدعاء النيابي في محاكمة ترامب أمام مجلس الشيوخ بغرض عزله يبدأ أولى جلساته المخصصة لعرض الأدلة منتصف الليل بتوقيت جريغيش السابع مساء بتوقيت واشنطن من العاصمة نشرة مفصلة للأخبار أهلا بكم قالت وزارة الدفاع الأمريكي البنتاجون إن المجموعات العراقية المدعومة من إيران باتت تشكل خطرا أكبر من خطر تنظيم داعش وقال نائب قائد عملية التحالف ضد داعش أليكس جرينكويتش قال إن قوات التحالف تواصل أداء مهماتها عبر ملحقة خلايا داعش بالتنسيق مع القوات العراقية وقوات سوريا الديمقراطية من جهته أكد رئيس الأمريكي دونالد ترامب وعيد اجتماعه مع نظيره العراقي برهام صالح على هامشي منذ داعفوس أكد مواصلة بلاده التعاون العسكري مع العراق والعمل معا لمحاربة الجماعة الإرهابية لا يحق لأي من الشخصيات الرسمية العراقية أن تصافح يد ترامب وأمثاله وسيعمل الأحرار من أبنائنا على طرد صالح من بغداد هكذا هددت كتائب حزب الله العراقي بطرد الرئيس برهام صالح من بغداد وتبعتها حركة النجباء بإصدار بيان مفتوح حذرت فيه رئيس الجمهورية العراق من اللقاء مع نظيره الأمريكي وكأن الرئاسات الثلاث هي أدوات رقعة شطرنج تحركها تلك الميليشيات لكن تهديدات أذرع إيران وميليشياتها ذهبت مهب الريح ولم تسفر عن شيء فالرئيس صالح لم يكتف بلقاء الرئيس الأمريكي ترامب في دافوس وحسب وإنما طلبه باستمرار العمل مع العراق في محاربة داعش مؤكدا ضرورة إتمام المهمة إنها فرصة مهمة للقاء الرئيس ترامب للحديث عن التطورات في منطقتنا هذه أوقات عصيبة أبحثوا عن محادثة صادقة وصريحة للغاية مع الرئيس كانت لدينا علاقة دائمة والولايات المتحدة كانت طرفا مهما في العراق والحرب ضد داعش هذه المهمة تحتاج إلى الإنجاز الرئيس الأمريكي بدوره أكد أن الحرب على داعش مستمرة وأن العلاقات العراقية الأمريكية على أفضل حال نتحدث عن الكثير من الأشياء المختلفة وستسمعون عن كل ما نفعل لكن العراقيين معجبون بما نفعله ونحن أيضا نحبه ولدينا علاقة جيدة للغاية مع العراق لا يمكننا التحدث إلا عن ما يحصل خلال إدارتي لنا تحدث باسم الإدارات السابقة ونحن مع التوجه إلى خفض عديد القوات العسكرية ليصل إلى حوالي خمسة آلاف جندي لذلك نحن نسير إلى حد كبير إلى تقليل العدد وسنرى ما سيحدث صفعة جديدة تتلقاها السياسة الإيرانية المتخبطة منذ مقتل سليماني ومحاولات عزل العراق عن محيطه الدولي تبوء بالفشل من جديد لتزداد الأزمة الداخلية الإيرانية أكثر فمقتل سليماني وإسقاط الطائرة الأوكرانية وفشل الصواريخ على القواعد في العراق كلها تصب داخليا وتدفع بالحراك الإيراني غيضا من سياسة الملعي وهو غضب مشابه لغضب المعتصمين في العراق الرافضين بشدة التدخل الإيراني والمطالبين بحكومة بعيدة عن التحزب ومحاسبة قتلة المتظاهرين الذين يسقطون يوميا بسبب تلك الميليشيات وفي ذات السياق قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون إن المجموعات العراقية المدعومة من إيران باتت تشكل خطرا أكبر من تنظيم داعش وقال نائب قائد عملية التحالف ضد داعش أليكس جرينكويتش قال إن قوات تحالف تواصل أداء مهماتها عبر ملاحقة خلايا داعش بتنسيق مع القوات العراقية وقوات سوريا الديمقراطية كما أشار ذات المتحدث إلى أنه من المبكر استخلاص نتائج عملية القضاء على قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني من جهة ثانية قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يعتبر الإصابات بارتجاج في المؤخر التي تعرض لها أحد عشر جنديا أمريكيا في الهجوم الذي شنته إيران مؤخرا على قاعدة عسكرية في العراق لا يعتبرها خطيرة يأتي ذلك في وقت أكدت فيه القيادة المركزية الأمريكية في بيان منفصل على أن المزيد من القوات نقلت جوا من العراق إلى ألمانيا لتقييم طبي بعد الهجوم الإيراني ومن جهة ثانية أجر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقاءا مع رئيس إقليم كردستان العراق نيجر فان برزاني على همشي منتد دافوس المنعقد بسويسرا وقال ترامب إنه سيعيد بتعون مع كردستان العراق مؤكدا أن مسألة تأمين منابع النفط تشكل أولوية لدى الولايات المتحدة كما تعلمون فلدينا مسألة مهمة للغاية وهي النفط وقد تركنا جنودا لحماية منابع النفط وقد أمناها بشكل جيد كذلك لدينا الألاف من أسر تنظيم داعش وقد أنهينا وجود مشروع داعش للخلافة بنسبة مئة في المئة إنها منطقة مثيرة جدا للاهتمام لكن علاقتنا معكم جيدة للغاية وإنها لفرصة جيدة أن نلتقي اليوم للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر خدمة سكايب من أوهايو الأكاديم والخبير العسكري العقيد المتقاعد بيتر منصور سيادة العقيد أهلا مرحبا بك بداية لأول مرة البنتاجون يعتبر الماليشيات المدعومة من إيران بأنها باتت تشكل خطرا أكبر من تنظيم داعش كخبير عسكري نود فعلا إحاطتنا بحقيقة هذه المعلومة وهل فعلا هذه الجماعات باتت تهدد الأمن والاستقرار أكثر من التنظيم الإرهابي داعش تأكيد هم أكثر خطورة بالنسبة للقوات الأمريكية القوات الأمريكية استهدفت من قبل مجموعات الميليشيات التي قتلت متعاقدا وجرحت عدة جنود داعش تلقت ضربة كبيرة في الحرب في العراق وسوريا وهي الآن على الحبال والحرب ضد داعش لم تنتهي بعد والعنف الذي شهدته المنطقة مؤخرا كان بين إيران والولايات المتحدة والميليشيات المدعومة من إيران والولايات المتحدة الرئيس كان على حق عندما قال إن الميليشيات المدعومة من إيران أكثر خطورة بالنسبة للولايات المتحدة والقوات الأمريكية أكثر من داعش كيف تنظر واشنطن سيادة العقيد إلى هذه المجاهرة بالتهديد المباشر من الميليشيات الموالية لإيران في العراق لرئيس برهام صالح بسبب لقائه برئيس ترامب ألا يعتبر هذا بحد ذاته مؤشرا على تصعيد غير مسبوق من قبل هذه الميليشيات الميليشيات تحاول السيطرة على العملية السياسية العراقية كانت تفعل ذلك منذ تأسيس جيش المهدي في عام 2003 والآن مجموعات أخرى تستمر في هذا التوجه وهذا ليس مفيدا للديمقراطية العراقية أن تكون مهددة من جانب مجموعات الميليشيات وعلى المدى الطويل العراق عليه أن يعرف كيف يقوم بحل هذه المجموعات وأن يتحرك إلى الأمام بطريقة سلمية وفي نفس الوقت الرئيس العراقي لا يمكن أن يتم ترهيبه كي يخضع وذلك عن طريق التهديدات بالاغتيال والقتل وحرمانه من المنطق الخضراء في بغداد طيب أما المطلوب اليوم من الديمقراطية العراقية كما أسميتها يعني بيئة توازي مع التنسيق المباشر مع واشنطن وحلف النايتو يعني أكثر في فترة أكثر من ذي قبل العراق يحتاج إلى علاقة صحية مع الولايات المتحدة وكذلك علاقة صحية مع إيران أمريكا تدرك ذلك والمشكلة في المنطقة هي إيران وإيران لا تدرك ذلك إيران تريد إخراج القوات الأمريكية من المنطقة ومن العراق وتريد سيطرة كاملة على بغداد وعلى الحكومة العراقية وستفعل أي شيء في وسعها كي تحقق ذلك وتخرج القوات الأمريكية من العراق الولايات المتحدة من ناحية أخرى سعت منذ عام 2008 سعت للوصول إلى نوع من الاتفاق مع إيران بشأن كيفية التحرق في العراق نحن لم نقل للعراقيين مثلا أنه لا يمكنهم أن تكون لهم علاقات مع إيران العراق يحتاج إلى علاقات اقتصادية مع الولايات المتحدة وأعتقد أن العلاقات العسكرية هي في مصلحة العراق نحن ندرب القوات العراقية ونساعدها على هزيمة داعش في ساحة القتال وليس لدينا عدد كبير خمسة ألاف يدربون ويساعدون القوات العراقية هذا الشيء يجب أن تدعمه الحكومة العراقية وإلا إنها تصبح وكيلة لإيران ولا أعتقد أنها تريد ذلك طيب في المقابل هل ننتظر تصعيدا إيرانيا أكبر في هذه الفترة هل ستحاول ربما إيران تفريغ شحناتها الثأرية عن طريق هذه الميليشيات وما المطلوب أمام هذه القطيعة التي تنتهجها إيران ضد الدول والدول المجاورة والدول المعادية ما المطلوب الآن من واشنطن والقوات العراقية أعتقد أنه من الحتمي أن تحاول إيران التصعيد وحث ميليشياتها في العراق على مهاجمة القوات الأمريكية السبب إيران تنظر إلى العقوبات الاقتصادية ضدها على أنها شكل من أشكال الحرب والحل هي محاولة رفع هذه العقوبات عن طريق جعل الحياة صعبة للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط وأنا لا أعتقد أن هذه استراتيجية رابحة بالنسبة لإيران فهي في نهاية المطاف ستؤدي إلى المزيد من التصعيد والنزاع مع الولايات المتحدة وقوى أخرى الولايات المتحدة يجب أن تبقى حازمة وأن تستمر في تدريب القوات العراقية والاستمرار في الحرب ضد داعش والاستمرار في تعزيز حلفائها في الشرق الأوسط وأن تبقى حازمة ضد التهديدات والعدوان الإيراني وجعل إيران تعود إلى طاولة المفاوضات حيث كل الأطراف يمكنها أن تجلس وأن تتحدث عن كيفية التحرك إلى الأمام الحديث عن البرنامجين النووي والصاروخ الإيراني والدعم دعم إيران للمجموعات الإرهابية في الشرق الأوسط إذا أرادت إيران رفع العقوبات فعليها أن تعود إلى طاولة المفاوضات شكرا جزيلا لك الأكاديمي والخبير العسكري سيادة العقيدة المتعاقد بيتر منصور حدثنا مباشرة من أهايو عبر خدمة أسكاب شكرا جزيلا لك قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستدافع عن اقتصادها بقوة مشيدا بالإنجازات الاقتصادية التي قامت بها إدارته وفي تصريحات له خلال أعمال منتدى دافس الاقتصادي هدد ترامب بفرض رسوم جمهوركية مرتفعة على واردات سيارات من الاتحاد الأوروبي في حال عدم توصل لاتفاق تجاري مع الاتحاد وفيما يخصوصين قال ترامب إن بيكين ستشتري من واشنطن سيرعا تقدر قيمتها بـ 250 مليار دولار مرشحة للزيادة من كرة القدم والوضع الداخلي الأمريكي إلى أبرز القضايا التي تشغل العالم اليوم مواضيع عديدة وشائكة لم يتردد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إثارتها بصوت عال أمام المشاركين في منتدى دافوس بسويسرا هذا الأسبوع ترامب الذي كان قد غاب عن منتدى العام الماضي بسبب أزمة الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة حضر هذا العام وبجعباته ملفات كثيرة ملفات قال مراقبون إنها ترسم من دون شك الخطوط الرئيسية لما ستكون عليه العلاقات السياسية والاقتصادية الدولية لسنوات عديدة مقبلة هذا العمر بدى واضحا من خلال الرسائل التي وجهها ترامب خصوصا في ملف التجارة الدولية فهو وبعد أيام على توقيع الجزء الأول من الاتفاق التجاري مع الصين وقبلها مع المكسيك أبلغ الأوروبيين بأن أمامهم خيارين لا ثالثة لهما إما الرسوم الجمهورية المرتفعة وإما الاتفاق مع واشنطن على اعتبار أن هذا النوع من الاتفاقات نموذجية وفق رأيه للقرن الحادي والعشرين اتقلنا قادة الحالم العجيد منهم بمن فيهم رئيس المفوضية الأوروبية التي نجري معها مفاوضات بشأن صفقة تجارية لأن المفوضية الأوروبية كانت بصراحة ومن نواحي كثيرة أكثر تشددا من الصين هذا هو الواقع مع كل الاحترام لقد استفاد الأوروبيون لفترة طويلة وبالتالي أظن أنه سيكون لدينا اتفاق أو أنه يجب علينا أن نفعل شيئا آخر وجدد ترامب تأكيده على أن بلاده تتكبد المليارات من الخسائر سنويا في تجارتها مع أوروبا الولايات المتحدة كانت تخسر لفترة طويلة أكثر من 150 مليار دولار سنويا في تجارتها مع الاتحاد الأوروبي لديهم حواجز تجارية وتعريفات جمهورية في كل مكان لابد من الوصول إلى اتفاق ترامب كان قد صلت خلال المنتظى الضوء على النجاحات التي حققتها سياساته الاقتصادية والتجارية والتي من بينها توفير 7 ملايين فرصة عمل داعيا الشركات الأجنبية إلى زيادة استثماراتها في الولايات المتحدة والاستفادة من البيئة التي توفر لها أفضل فرص النجاح في العالم على حد قوله ورغم أنه سخر بطريقاته الخاصة من ناشطي المناخ وتنبؤاتهم بشأن مستقبل العالم أعلنت ترامب انضمام الولايات المتحدة إلى مبادرة زرع تريليون شجرة وهي المبادرة التي انطلقت خلال المنتدى الذي جعل من الاستدامة موضوعا رئيسيا له وللحديث أكثر حول هذا الملف ينضم إلينا من واشنطن الأكاديمي والخبير في الاقتصاد الدولي أنتوني آروند سيد أنتوني أهلا بك مرحبا بداية لنفهم ويفهم المشاهد أكثر حول ما الداعي لفرض رسوم جمهوركية على سلع خارجية وما أثر كل ذلك على الاقتصاد الأمريكي كنت أتمنى لو كان هناك شيئا متماسكا وراء تهديد الرئيس إحساسي هو أن الطريقة التي يتصرف بها هو يقوم بهذه التعليقات سواء كانت تتعلق بالصين أو الحلفاء الأوروبيين وهذا لا يشير إلى أن هناك أي نوع من التماسك في السياسة الخارجية نابع من الرئيس هكذا هو يتعامل مع الأمور هل ستكون هناك عملية متابعة للتهديدات سوف ننتظر ونرى هو في الواقع بدأ حربا تجارية مع الصين ووصلنا إلى الجزء الأول من الاتفاق مع الصين ولكن هذا لم يقضنا إلى أي مكان وهو يدعي الفضل ربما ما نراه هنا هو تعليقات جنونية من جانب الرئيس ثم يقبل في النهاية النوع من الاتفاق ويعزي الفضل لنفسه فيه هذه المقاربة مقاربة السياسة الخارجية لا ولكن كيف ترى يعني هذا التفوق مستقبل هذا التفوق للسياسة الأمريكية الاقتصادية تجاه الصين بما أنك تحدث على الصين في أول نقطة لنا لا أنا لا أعتقد ذلك في الواقع تعني أقول فترة تمهل في الحرب التجارية ونحن لم نحرز أي تقدم كبير مرة أخرى الرئيس يدعي النجاح ولكن الصين موجودة لفترة طويلة في هذه العملية في نفس الوقت مبادرة طريق الحرير مستمرة والصين لها مزاعم في بحر جنوب الصين ولها علاقات في إفريقيا لا أرى أن الولايات المتحدة تنجح وإنما أرى الولايات المتحدة تتوقف في العلاقة لفترة الصين اليوم سلعا تقدر قيمتها بمئتين وخمسين مليار دولار ألا يعتبر هذا نجاح للاقتصاد أو لسياسة الاقتصادية الأمريكية حبما على المدى القصير يبدو أن هناك نجاحا مرة أخرى أنا سأصدق عندما أرى الأمور على الطبيعة على الواقع الرئيس يميل إلى أن يرى نجاحات معاملاتية على المدى القصير الصين ترى النجاح على أنه نجاح طويل الأمد وتحول من منظور الصين ربما هذا ينظر إليه على أنه تراجع صغير تراجع استراتيجي أو ربما نقطة من بحر في السياسة الصينية الخاصة بالتوسط سيد أنتوني هل بات الاتحاد الأوروبي يعني بعد تصريحات ترامب ملزما اليوم بخلق اتفاق تجاري جديد مع أمريكا كما فعلت الصين باتفاقها المرحلي وكما فعلت كندا والمكسيك باتفاق نورث أمريكا البديل عن نافتة وكما فعلت كذلك اليابان أعتقد أنه سيكون هناك اهتمام من جانب أوروبا والولايات المتحدة في محارة التوصل إلى اتفاق يعود بالفائدة على كل الأطراف أعتقد أن هناك إمكانية لاتفاق جيد ومفيد للطرفين ولا أعتقد أن تهديد الرئيس بفرض التعرفة هو مقاربة جيدة أعتقد أنه سيستمر في إحداث حالة من الاختراب لدى الحلفاء وهذا شيء قام به الرئيس دائما مرة أخرى هذه الزمجرة وستختفي وربما نصل إلى اتفاق رسمي ولكن من الصعب أن نعرف هذا الآن الرئيس له ميل لقول أشياء بدون التفكير فيها وبدون أن تكون هناك سياسة وراءها الوقت سيعرفنا هل الاتفاق المفيد سنصل إليه أم لا شكرا جزيلا لك من واشنطن الأكاديم والخبير في الاقتصاد الدولي أنتوني أورينت شكرا سيدي وفي موضوع آخر بدأ فريق الإدعاء النيابي في محاكمة رئيس دونالد ترامب أمام مجلس الشيوخ أولى جلساته المخصصة لعرض الأدلة وقد انعقدت المحاكمة في يومها الثاني واستجادل ديمقراطي وجمهوري حول استدعاء شهود على صلة وثيقة بقضية حجب المساعدات العسكرية لأوكرانيا وإزام الإدارة تقديم الوثائق المتعلقة بالقضية فندى رئيس فريق الإدعاء النيابي أدم شيف الأدلة التي على أساسها يجب عزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه كما قال هو لم يتوجه إلى أعضاء مجلس الشيوخ فحسب إن مخاطب الشعب الأمريكي الذي يحق له معرفة الحقيقة بحسب شيف الرئيس ترامب التمس تدخلا خارجيا في انتخاباتنا الديمقراطية موسيئا استخدام سلطة منصبه لطلب مساعدة من الخارج لتحسين فراسه الانتخابية وعندما اكتشف أمره استخدم سلطة هذا المنصب لعرقلة التحقيقات حول سلوكه الجلسة هي الأولى من ثلاث جلسات مخصصة لعرض أدلة لدعاء على مدى ثلاثة أيام وقد انعقدت وسط جدل ديمقراطي وجمهوري حول استدعاء شهود في المرحلة الأولى من المحاكمة مقترحه فريق للدعاء بالأمس هو بالأساس لتدمير مؤسسة الرئاسة كما نعرفها وتعريتها أمام عزل حزبي قبل وصولي إلى هنا عملت على قضايا محاكمات عدة ولو طلبت مذكرات استدعاء ووثائق في يوم المحاكمة ولم أعمل على تحضيرها قبل معيد المحاكمة لا كان تم تردي ويسر الديمقراطيون على استدعاء شهود وطلب وثائق حول قضية حجم المساعدات العسكرية لأوكرانيا وقال زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر إنه سيدغط لإجبار المجلس على التصويت في المرحلة الثانية من المحاكمة من أجل تحقيق المطلب الديمقراطي يدرك الديمقراطيون أن قضيتهم لن تلقى الصدى الإيجابي الذي يسعون إليه بين زملائهم الجمهوريين لذا يحاولون تركيز الجهود على استقطاب الرأي العام وإثارة اهتمام الأمريكيين خلال الجلسات الطويلة المرتقبة في هذه المحاكمة من الكونغرس الأمريكي وفأ جباعي الحرة قال وزير الخارجي الأمريكي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم الدعم لحكومة اللبنانية تلتزم بالإصلاحات غير فاسدة تحكس إرادة الشعب وفي أول تعليق أمريكي على تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة أوضح بومبيو أن بلاده ستنظر فيما إن كان سيتعين عليها التعامل مع الحكومة اللبنانية سيما أن لها ارتباطات بحزب الله وضعف بومبيو أن لبنان يواجه أزمة مالية فضيعة مطروحة أمامه في الأسبوع المقبلة مشيرا إلى أن الاحتجاجات التي تعرفها لبنان تقول كفى لحزب الله هذا وتجددت المواجهات بين محتجين وقوات الأمن وسط العاصمة اللبنانية بيروت عقب إعلان تشكيل الحكومة الجديدة وبدء رئيسها حسن دياب بعقد لقاءات في مقر الحكومة وأقر دياب بوجود تحديات كبرى أمام حكومته وأبرزها التعامل مع ما وصفها بالكارثة الاقتصادية ويصف عدد من المحتجين اللبنانيين حكومة حسن دياب أنها حكومة حزب الله محتجون لم يتعبوا بعد من محاولة تجاوز هذه البوابة الحديدية التي وضعتها القوى الأمنية عند مدخل ساحة النجم المؤدية إلى البرلمان يقول هؤلاء إن تحدي السلطة لإرادة الشعب ومطالبه يمنح المحتجين شرعية ما يحصل هنا أربعين سنة ليه بعد بدنا نطول بينه وشو بعد بدنا نجرب وشو بعد بدنا ننطر جاي من سوريا ومن هيران لا ما نعترف فيه لا بيمسرني ولا بيمسر عالتي حرميننا أبسط حوق أسه في بلد بالكون ما عنده كهرباء وماء واستشفى تحطيم حجارة الجدران بات الوسيلة المستخدمة في رشق القوى الأمنية التي فتحت خراطيم المياه وأطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق هذه الحشود المصرة على البقاء في ساحات الاحتجاج رغم أن بعض مجموعات الحراك تفضل إعطاء فرصة لحكومة حسان دياب لمحاسبتها فيما بعد على أدائها إلا أن الكثير من هذه المجموعات تعتبر أن هدفها الرئيسي هو إسقاط هذه الحكومة هنا في الشارع وبالتحديد عند أبواب المجلس النيابي يدخل حسان دياب السرايا الحكومي رئيساً للحكومة بعد أكثر من شهر على تكليفه حكومة واجهت الكثير من خلافات أهل البيت الواحد وكرست سيطرة قوى الثامن من أذار سياسياً وحزبياً على هذه التشكيلة حسب لبنانيين أشاروا إلى أن الحكومة حملت أسماء أخصائيين شكلاً لكنها ضمنياً توصف بحكومة حزب الله المجتمع الدولي لا يوجد حكومة حزب الله بالمطلق هذه حكومة حزب الله مع حصة وازنة لبشار الأسد تالت نقطة أن هذه الحكومة تضم وجوه فعلية على ما تستفهم كتير كبير بموضوع الفساد داخلياً وخارجياً وهذه الحكومة التي وعدنا فيها الرئيس حسان دياب بعدد شعارات بيّن أنه لا نؤد شيء من شعاراته في أول خطاب له أكد رئيس الحكومة حسان دياب أن لبنان أمام كارثة موقف حدد مخاطر ما آلت إليه البلاد وفق رؤيته التي تضمنت فرض أولويات في كيفية إدارة الأزمة الاقتصادية واكتساب ثقة دولية في مساعدة لبنان سمت مجموعة من الرسائل الغربية الأوروبية والأمريكية تحديداً إضافة إلى بعض الرسائل العربية أبلغت رئيس الجمهورية ورئيس المجلس أن هذه الدول ستساعد لبنان إذا توصل إلى حكومة ترضي الشارع قدر الإمكان إذا كانت وضعت برنامجاً حقيقياً ورؤية اقتصادية صحيحة بعيدة عن الفساد بعيدة عن الحالات التي مارستها الحكومات السابقة وعلى الرغم من تصريح رئيس الحكومة بشأن تبني مطالب الحراك الشعبي وإطلاق الوعود بتنفيذ الكثير منها لسيما العمل على استقلالية القضاء لا يخفي بعض اللبنانيين خشيتهم من تكرار مشهد التاسع والعشرين من أكتوبر الماضي تاريخ استقالة حكومة سعد الحريري سحر أرنقوت الحرة بيروت دانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس الهجوم الحوثية الذي تعرض له مخيم الاستقبال في محافظة مأرب اليمنية ورحض حيته عشرات اليمنيين وفي تغريدة لها عبر تويتر دعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس الأطراف اليمنية إلى وقف تصعيد والعمل نحو حل سياسي للأزمة يكفل وحدة الشعب اليمني وأمنه واستقراره ورفاهه ومن جهات ثانية نددت وزارة الخارجية الأمريكية بما وصفتها بالجرائم الوحشية التي ترتكبها القوات الروسية والسورية ضد المدنيين في الشمال السوري ونشرت السفارة الأمريكية في دمشق على حسابه على تويتر تغريدة قالت فيها إن أكثر من أربعين مدنيا قتلوا هذا الأسبوع فقط في إدلب مشيرة إلى أن هؤلاء الرجال ونساء والأطفال هم أحدث ضحايا حملة العنف الوحشية المنظمة والتي ينفذها نظام الأسد ضد الشعب السوري هذا وقال المرصد السوري إن غارات جوية روسية أدت إلى مقتل 25 مدنيا في مناطق بريفي حلب وإدلب شمالي سوريا وأضف المرصد أن العشرات من العائلات نزحت من المنطقة مؤخرا جراء القصف المتواصل مشيرا إلى تجاوز أعداد النازحين حاجز 600 ألف نازح سماء ملبدة بدخان القصف خيمت على ريفي إدلب وحلب لم تخل من أصوات طائرات روسيا ونظام الأسد منذ ساعات الصباح الباكر أكثر من 100 غارة جوية استهدفت مناطق متفرقة في الريفين الحلبي والإدلبي أعمال القصف التي خلفت دمارا كبيرا أوقعت العديد من القتل المدنيين بينهم أفراد عائلة واحدة تضم ستة أطفال قضوا في قصف طال منزلهم بقرية كفر تعال في حلب على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان إضافة إلى مقتل مدنيين اثنين في محافظة إدلب فيما قتل وأصيب العشرات بينهم أطفال ونساء جراء استهلاف المقاتلات مخيم المداج للنازحين بريف حلب الغربي يا إبا يا إبا الغارات الجوية المتواصلة أجبرت نحو 70 ألف مدنيين على المزوح من ريف حلب الغربي خلال الأيام السبعة الماضية في مشهد وصفه المرصد بعملية تهجير قصرية تتبعها روسيا وقوات النظام عبر تصعيد القصف جوا وبر تمهيدا لاجتياح بري تقوم به قوات النظام بعد إرسال تعزيزات إلى أطراف مدينة حلب التي تقع غالبياتها تحت سيطرة ما يعرف بهيئة تحرير الشام ومع استمرار أعمال القصف في إدلب تتصاعد تحذيرات مجموعات الإغاثة من كارثة إنسانية محدقة خاصة مع تواقعات باستمرار موجات النزوح لتصل إلى 650 ألف شخص معظمهم من النساء والأطفال قال الجيش الأمريكي إنه نجح في تعطيل جهود دعائية إلكترونية لتنظيم داعش في عملية قرصنة هجومية تعود إلى عام 2016 بحسب وثائق الأمن القومية التي رفعت عنها صفة السرية وكشفت الوثائق أن القيادة الأمريكية اخترقت بنجاح نطاق المعلومات لتنظيم وحدت من جهوده الإلكترونية لإقناع أفراد بالتطرف وتجنيدهم أعزف تنظيم داعش على أوتار الفقر والجهل والإغراء لتجنيد أتباعه فكانت نوتات الجيش الأمريكي أعلى فيما أسمته القيادة الأمريكية السنفونية المتوهجة تمت عملية قرصنة هجومية لمواقع داعش الإلكترونية للحد من خطرها وقدراتها على تجنيد أشخاص لفكرها وعملياتها وثائق العملية نشرها أرشيف الأمن القومي في جامعة جورج واشنطن لأول مرة بعد أن رفعت عنها السرية أشارت الوثائق إلى تراجع كبير في حملة التنظيم الإلكترونية إلى أنها أضافت أن جهود قيادة المعلوماتية عرقلتها العملية الطويلة والصعبة للمصادقة على عملياتها وبحسب بيان من أرشيف الجامعة فقد تمت الموافقة على عملية السنفونية المتواهجة لمدة ثلاثين يوما أواخر العام 2016 ولكن تم تمديد العملية بموجب رسالة إدارية الوثائق توفر تقييما مفصلا للخطوات ضد التنظيم التي قامت بها قوة مهمات مشاركة أسسها الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما وطالبت الوثائق بتحسين الإجراءات للمساعدة على تسريع الطلبات وعملية الموافقة وهذه هي أول عملية قرصنة هجومية تعترف بها وزارة الدفاع الأمريكية وهي تركي الضوء على المخاوف بشأن استخدام جماعات متطرفة لوسائل التواصل الاجتماعي للترويج والتجنيد وإلى شأن الليبي حيث علقت حكومة الوفاق الوطني حركة الملاحة الجوية في مطار معتيقة في ترابلس عقب تعرضه لإطلاق صواريخ اتهمت قوات حفتر بأنها أطلقتها ويعد هذا الهجوم خرقا جديدا للهدنة السارية في ليبيا بحسب ما قالت قوات حكومة الوفاق بمجب اتفاق لوقف إطلاق النار لسماح ببدء حوار سياسي شام لإنهاء السرع خرق خرق متكرر لاتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا هذه المرة عبر هجوم ساروخي على مطار معتيقة في العاصمة طرابلس هجوم يطرح تساؤلات حول مدى التزام طرفي نزاع بالهدنة التي تم التوصل إليها في الثاني عشر من يناير الجاري وأيضا حول مدى قدرة الدول الداعم لطرفي نزاع في التأثير بهدف احترام وقف إطلاق النار الهجوم على مطار معتيقة أعلنته حكومة الوفاق واتهمت قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر بالوقوف وراءه الدول الداعم لطرفي النزاع من بينها روسيا وفرنسا ومصر من جانب حفتر وتركيا من جانب السراج اتفقت جميعها في مؤتمر برلين على ضرورة وقف إلا أنها تبدي ضعفا في إقناع الطرف الموال لها باحترام وقف إطلاق النار ويبدو بحسب مراقبين أن التزام الطرفين بهدنة دائما لن يكون قريبا لا سيما في ذل الصعوب والوقت الذي تتطلبه عملية وضع آليات لإنشاء لجنة لوقف إطلاق النار وفق ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر برلين مخاوف تبررها أيضا التحركات التركية في ليبيا عبر مساعيها لتحقيق مزيد من النفوذ العسكري من خلال نشر مستشارين عسكريين دعما لحكومة الوفاق فحكومة الوفاق وقعت على اتفاق الهدنة في موسكو خلافا لخليف حفتر الذي رفض التوقيع على هذا الاتفاق ما يجعل مهمة الدول الرعية للاتفاق أكثر تعقيدا في وضع حد للنزاع المسلح والمرور إلى بحث اتفاق سياسي وضع شكل قلقا لمجلس الأمن الدولي الذي دعا طرفاء النزاع إلى الوقف الفوري لإطلاق النار بهدف إحياء العملية السياسية الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني جوتيراش الذي وصف اجتماع برلين ببداية لحل النزاع أكد أن الطريق لا تزال طويلة وأن الهدنة تعاني من انتهاكات وفي انتظار تحرك الأطراف المؤثرة لوقف القتال أعلنت الجزائر أنها ستحتضن اجتماعا لغزراء خارجية الدول الجوار الليبي وهي تونس ومصر والسودان والتشاد والنيجر ويهدف اللقاء إلى بحث الجهود لتدعم التنسيق والتشاور بين هذه الدول ومختلف الفاعلين الدوليين من أجل مرافقة الليبيين للدفع بمسار التسوية السياسية للأزمة عن طريق الحوار الشامل تحيي إسرائيل ذكرى ضحايا الهولوكوس ومرور 75 عاما على تحرير معسكر الإبادة النازي أشفيتس بيريكينو ويشارك في مراسيم إحياء هذه الذكرى عشرات الرؤساء والمسؤولين والزعماء من مختلف دول العالم حوالي خمسين زعيما من دول مختلفة يشاركون في مراسم إحياء ذكرى مرور 75 عاما على تحرير معسكر أوشفيتس بيريكينو النازي مواجهة معادات السامية تعني محاربة العنصرية والكراهية والفاشية ويمكننا محاربة هذه الظاهرة سويا لأن معادات السامية ليست شأن يخص الشعب اليهودي فحسب وإنما كل العالم رئيس الحكومة المنتهي ولايته بن يامين نيتنياهو طلب زعماء العالم بالعمل على اجتثاث ما وصفها بآفة معادات اليهود والسامية واتهم إيران بمعادات السامية بسبب الدعوات لمحو إسرائيل عن خريطة العالم محاولات 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 عبادات الشعب اليهودي لم تختفي إيران تصرح يوميا بصورة علنية بأنها تريد محو إسرائيل من وجه الأرض قوات الأمن الإسرائيلية أجرت استعدادات خاصة تحسبا لعدة سيناريوهات بينها محاولات لاختطاف وعمليات إرهابية وحتى مظاهرات وخصصت نحو عشرة ألاف عنصر لتأمين المناسبة لا توجد أي تحذيرات خاصة بأي نوع من الإرهاب فيما يتعلق بهذا الحدث ولكن الاستعداد المكثف جاء بسبب أهمية الزعماء العالميين الذين سيكونون في الزمان والمكان نفسه لأول مرة تجرى في إسرائيل مراسم إحياء ذكرى تحرير معسكر الإبادة النازي أوشفيتس بيركنو حيث أجريت تحضيرات غير مسبوقة من أجل تأمينها إذ نشر آلاف عناصر أفراد الشرطة وقوات الأمن وأغلقت محاول رئيسية عدة يحيى قاسم الحرة القدس نفت سفارة السعودية في واشنطن قيام المملكة بقرصنة هاتف مالك شركة أمازون جيف بيزوس داعية إلى تحقيق في هذه المزاعم وكانت تقارير إعلامية قد ربطت اختراق هاتف بيزوس الذي يملك صحيفة واشنطن بوس التي كانت تنشر مقالات لصحفية سعودي جمال خاشقجي ربطتها برسالة من حساب لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على تطبيق واتساب طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخفض كبير ومستدام في أعمال العنف في أفغانستان قبل إجراء محادثات مع طالبان تصريحات ترامب جاءت خلال لقاء جمعه مع نظره الأفغاني أشرف غني على هامش منتدى دافوس حيث أكد على ضرورة إيجاد حلول لتسهيد مفاوضات جادة حول مستقبل أفغانستان قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه جاري تحضير لاستضافة بضع دول إلى أو لإضافة بضع دول إلى لائحة الدول المحظورة على مواطنها للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو يخضعون لقيود سارمة وعلن ترامب أن أسماء الدول المعنية سيتم الإعلان عنها قريبا سنقوم بإضافة بضعة بلدان إلى لائحة حظر السفر تشاهدون ما يجري في العالم لا بد من تأمين بلدنا لذا لدينا حظر سفر قوي للغاية وسنضيف إليه بضعة بلدان سنعلن قريبا عن أسماء تلك الدول أعلنت السلطات الصينية تعليق رحلات الجوية والبرية من مدينة يوهان مصدر فيروس كورونا الذي قتل 17 شخصا وأصاب أو قتل 17 شخصا وأصاب المئات حول العالم منذ ظهوره أوائر ديسمبر الماضي وقرع الوباء نقوس الخطر في عشرات الدول بعد تشخيص عدد من الإصابات من بينها في الولايات المتحدة ما سدعى إجراءات لرصد المرض في المطارات والمرافق العامة ليس هدف الاستعدادات الجارية هنا التعامل مع تهديد تسرب نووي كما قد يبدو للوهلة الأولى وإنما هكذا تتحضر مدينة ووهان الصينية للتعامل مع وباء فيروس كورونا الذي يشتبه في أنه انبثق من هنا قبل أن يتفش محليا ودوليا ووتيرة تفشي الوباء تبدو مخيفة بالفعل فقد حصد سبع عشرة ضحية وفاقت أعداد المصابين به الأربعمائة واستتوقعات بارتفاع سريع لأعداد المصابين بعد أن بدأت العديد من الدول بتجهيز البنى التحتية لرصد المرض والتأمت منظمة الصحة العالمية في عجالة لدراسة إعلان حالة طوارئ دولية للتعامل مع الفيروس الذي اقتحم سريعا حدود الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان والعديد من الدول الآسيوية بعد انتشاره في ثلاثة عشرة مقاطعة صينية وأثار الانتشار السريع استنفارا رسميا موازيا فنصبت مجسات لقياس حرارة أجسام المسافرين والركاب في عشرات الدول بينها مطارات أمريكية في ظل إعلان السلطات عن رصد أول إصابة بالوباء في ولاية واشنطن لدى شخص عائد من الصين ما من خطر داهم يتهدد سكان ولاية واشنطن المطلوب حاليا ليس الذعر وإنما الحذر والتيقب ورغم محاولات التهدئة من روع المواطنين فإن الخبراء يرون أن الذعر الذي يثيره فيروس كورونا حول العالم له ما يبرره خاصة وأن انتشاره يتزامن مع احتفالات الصينيين بالسنة القمرية الجديدة وما يعنيه ذلك من سفر الملايين منهم إلى الخارج وعدم توفر لقاح فعال للداء الذي أثبت قدرة عالي على التحول والانتقال بين البشر رغم ترجيح أن تكون الحيوانات المصابة المصدر الرئيس له ومع هذا يقلل آخرون من حجم التهديد الذي يمثله كورونا مقارنة بالأبيئة المشابهة التي تصيب الجهاز التنفسي إذ يلفت العلماء إلى أن انفلونزا الخنازير مثلاً التي تفشت عام 2009 حصدت أرواح ما يزيد على 150 ألف شخص أما فيروس سارس المشابه في خصائصه لكورونا فقد قتل في مطلع الألفية الثانية ما يقارب 800 شخص وبناء على ما سبق من تجارب في مكافحة الأوبئة فإن الأولوية الدولية ستنصب على محاولة إيجاد لقاح لاحتواء انتشار المرض وهذا من شأنه أن يفجر صباقاً دولياً على تطويره إذ سرعان ما أعلنت روسيا أنها باشرت بالبحث عن لقاح في الصين أعلنت مجموعة بوينغ أن الموعد الجديد المتوقع لعودة طائراتها من طراز 737 ماكس إلى تحليق هو منتصف العام الجاري 2020 تأخير لأشهر عدة عن الموعد الذي كان عملاق صناعة الطيران الأمريكي يعول عليها طائرات ماكس 737 لن تعود إلى الأجواء قبل منتصف هذا العام التأجيل الجديد لهذا الطراز من طائرات بوينغ لا يتعلق بظهور مشكلة جديدة بل بسبب المخاتر المتعلقة بإجراءات الموافقة اللازمة من قبل سلطات الطيران المدني وبالتطورات الجديدة المحتملة في هذه الأزمة إضافة إلى الفحص السارم الذي تقوم به سلطات الطيران المدني لكل مرحلة من مراحل التحقق من سلامة هذا الطراز وبسبب هذا التأجيل خسر سهم بوينغ أكثر من 5% من قيمته ليعود في ختم جلسة التعاملات ويقلس خسائره مغلقا على انخفاض بنسبة 3% فيما كانت بوينغ تأمل أن يعاود طراز ماكس الطيران في غضون بضعة أسابيع وهو تفاؤل سرعا ما تلاشى أمام الضوابط السارمة التي فرضتها سلطات الطيران المدني من جهتها قالت وكالة الطيران الفيدرالية الأمريكية إنها لم تحدد بعد جدولا زمنيا لعودة طائرات ماكس إلى التحليق مؤكدة أن أولوية وكالة الطيران الفيدرالية هي السلامة وترجع بوينغ حاليا مع وكالة الطيران الفيدرالية الأمريكية التعديلات التي تم إدخالها على برنامج التحكم المعروف بنظام تعزيز خصائص المناورة الذي اعتبر السبب وراء تحطم طائرتين رحلة اللاين اير الإندونيسية وتلك التابعة للخطوط الإثيوبية في حادثتين تسببت بمقتل ما مجموعه 346 شخصا من بين العديد من المنظمات التي تقدم المعونة الغذائية للاجئين في جميع أنحاء العالم تبرز شركة فلافل إنك من بينها قصة نجاح رجل عربي في واشنطن لم تتوقف على نجاحه في عالم المال بل تعداه لنجاح إنساني في مجال دعم اللاجئين هذه الفلافل الشهية كيف استطاعت أن تكون في خدمة اللاجئين من هنا من قلب العاصمة الأمريكية واشنطن كانت البداية لحلم شاب عربي في أرض الأحلام بفتح مطعم صغير للفلافل بنكهة وخلطة جدته السحرية التي أحبها الأمريكيون وعرب المهجر لتصل خلال سنتين إلى سلسلة مطاعم تجاوزت العشرين مطعماً جزء من إيرادها يذهب لدعم اللاجئين مع كل وجبة يشتريها أي شخص هناك جزء نساعد فيه إطعام الفقراء والجيع ومنذ انطلاقنا أطعمنا أكثر من 250 ألف لاجئ ممن لم يكن لديهم شيء يأكلونه لا يتوقف الدعم عند ذلك بل يسهم أحمد أشقر في توظيف اللاجئين والمهاجرين في سلسلة مطاعمه ولديه خطط مستقبلية لمساعدة اللاجئين الآخرين مقابل كل وجبة تشتريها في هذا المتجر تساعد اللاجئين من جميع أنحاء العالم لذا من الجيد القيام به أريد أن أفعل ذلك وريد أن أكون جزءاً من هذا الفريق إنهم يسلطون الضوء فعلاً على قضية اللاجئين من نواحي كثيرة مختلفة إنهم يتبرعون بجزء كبير من العائدات تم تصميم المظهر الداخلي لكل مطعم من مطاعم فلاف الإنك بما يشبه خيم اللاجئين لتوحي بقصص أولئك الذين أجبرتهم الحرب للعيش بخيم وظروف قاسية ويأمل أشقر أن يوسع سلسلة مطاعمه وبناء مجتمع عالمي قادر على تغذية مليون لاجئ كل عام ونختم النشرة بأخبار الاقتصاد حيث قفزت مبيعات المنازل في الولايات المتحدة شهر الماضي إلى أعلى مسوياتها في نحو عامين وقال تقرير اتحاد الوسطاء العقاريين إن مبيعات المنازل القائمة تجاوزت خمسة ملايين وخمسمائة ألف وحدة سكنية في ديسمبر الماضي بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا من العاصمة تذكير بأبرز ما جاء فيها البنتاجون يقول إن الماليشيات المدعومة من إيران باتت تشكل خطرا أكبر من داعش وترامب يؤكد بعد اجتماعه مع صالح مواصلة بلاده لتعاون العسكري مع العراق ترامب يواصل اجتماعاته في ديفوس ويهدد بفرض رسوم جمهوركية على وردات من الاتحاد الأوروبي في حال عدم التواصل لاتفاق تجاري فريق الادعاء النيابي في محاكمة ترامب أمام مجلس الشيوخ بغرض عزله يبدأ أولى جلساته المخصصة لعرض الأدلة كانت هذه أخبارنا من العاصمة لهذه الليلة يلقاكم زميل رؤوف جربي على رأس الساعة مع نشرة الحرة الآن ابقوا دائما في متابعة قناة الحرة من واشنطن إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر